ترجمة نانسي قنقر كنت ترضى ما يتلاح في التعليف التجنوى أنه يجعل هذه الحالة يجب أن يتعلق بتعليفاق و بالدخال في الأنسان من المائك نتيجة عادلة نظراً للمحتوى المقابلة وما قد تمه الفارقان وبنسبة لنا كنقطة من الناحية الرقمية وخصناً إلا أخذنا بعمل اعتبار كذلك نتائج الفراق المنافسة التي هم وأمر النزول فهي نظر المهمة ولا أخذنا بعمل اعتبار كذلك المباراة المتبقية لكل فارق لقد كنت قلت على الفوز وفق المستوضة الملابس تتبقى لي مستوضع الملابس ولكننا لم نكن فرحانة لبعض النقطة ولكنت أحسن لم يكن أطلق النقطة وحتى حكمة أو تبصر ومتال النقطة كانت إيجابية لقد سنفعنا في حصير الرقمية ومعالي فارق أيضا بأنه المقابلة التراجة كانوا فير بلاي يعني إحتارهم مبدأ تكافئ فراص لعبوا بجدية كبيرة ما كانواش فراص كثيرة كانوا ما كانش تهديد حقيقي على المرمى محاولتين زعما الساني حتفة يعني اللي كانوا نسجل منهم هداف للفارقين بحالي سين كانوا حاسمين كذلك في تحقق النتجة السيناريو المقابلة يعني لم يكن منتظارا من الجانب دينا يعني خروج التراري ديال الكياني كانوا باعتقوا أوراق دينا كذلك البطاقة الحمراء البطاقة الصفراء اللي أخذ بوكسير ونتأوب لجيء باش إن قشوات يخدم في واحد منطقة اللي فهي باكود منزالات يخفنا عليه يأخذ كارت الروج كانوا لاعبين خرين كذلك كانوا نصبع البطاقة الصفراء كانت يلعب الاحتياط بجمعة من الأمور يجبوا تذبيروها بكراهات نعيشوها بشكل يومي وفورا كنا بخير وبعد مقابلة الأخير وفورا 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 وفورا